حد يقول له انت غيرت ليه محمود وحطيت اسلام وحطيت له التمالك صح بس مستر مانويل كان عنده ميزة بنفتقدها دلوقتي وهي كنت تلاقي كل تشكيلة المنتخب لمباراة مع نادي الأهلي سواء في أفريكا أو في الدوري ما تعرفش مين اللي يلعب دلوقتي تلاقي تشكيلة نادي الأهلي كتاب مفتوح لكل الناس معروفة تسأل أي حد كده نادي الأهلي جاب صفقات مهمة يستطيع أنه هو يعمل بيها الروتيشن تعمل روتشن وتغير اشتاكل خالص مبقاش كتاب مفتوح للدور المصري لكل المديرين فنيين خلاص كل الناس عارفة أفشا طاهر شريف حسين الشحات لازم يبقى فيه تغيير لازم يبقى فيه روتشن يشتغل عندك اتنين من العناصر اللي مفنشين كويس جدا عمار وحمد عبدالقادر مفنشين مع سموحة وتحاد سكندري بشكل هيل لازم يبقى فيه دم جديد يخش الفرقة احنا بنفتقد حتة برضو مهمة جدا حتة النواحة الفردية في الفينش في الهجمة دي بنفتقدها كوي بقالنا فترة عندك عمصر دلوقتي تقدر تغير لك الحتة دي ميكسوني كهربا أحمد عبدالقادر عمار حسين حسن تواجده برضو برسي تاو خلي بالك لسه مشوف نووش برضو فبنتمنى الفترة الجاية برضو الناس تبقى محتارة في تشكيل النام الأهلي مين هيلعب في سوابت في الخط الدفاع في الخط الوسط في الروتيشن بيحصل ما بين أليو ديانج ولا حمد فتحي والسولية لكن في النواحة الهجومية لازم الدنيا لازم تتوه الفرق وتتوه المديرين الفنين اللي بقوا حفظين فكرات طريقة اللعب طريقة اللعب محمد شريف من الناس انت ممكن توظفها برضو ناحية اللفت ودخل حسام حسن فيه طرق كتير جدا تفيد النادي الأهلي الفترة الجاية والشكل يتغير الجمهور النادي الأهلي يزعلان شوية فالناس محتاجة تنبسط الجمهور ومحتاج يفرح محتاجين يشوف فكر جديد في بلايات الدوري اللعب تنادي الأهلي طيب برضو على الجانب الآخر ايه رأيك في قيادة موسيماني للنادي الأهلي طبعا بالأرقام الفترة اللي فاتت انك تحقق بطولة أفريكيا بطولتين أفريكيا في سبع شهور ده إنجاز كويس جدا وهو الرجل شاطر جدا في أفريكيا عارف قيمة النادي الأهلي عارف إمكانيات النادي الأهلي عارف هو متواجد فين لنا بطولتين مهمين جدا وحركة عارف طبعا قبل الإسلام ان بطولة أفريكيا من أهم البطولات اللي بتسهل جمهور نادي الأهلي مضبور ليها فرحة مختلفة عن بطولة الدور العام بطولة الدور العام انت عارف نادي الأهلي وجمهوره كله متعود عليه عشان كده كان الزحل أكتر شوي لكن بطولة أفريكيا دي اللي كانت غايبة التسعة والعشرة عوضوا جمهوره الأهلي بشكل كبير جدا لكن إن انت تلعب ست بطولات تاخد منهم أربعة وتخسر اتنين والد في الكرة كون نتحق اتنين أفريكيا وسوبر أفريكي وتالت عالم بشوفوا إنجاز كويس جدا كان موسم صعب على اللعيبة الجهاد بشكل غير عادي لإشراك معظم اللعيبة في جميع البطولات خسرك دوري عام في ماتشين تلاتة خسرك سوبر محلي لكن اللعيبة تشكر على أداءها الفترة اللي فاتت جدا بشوف ما فيش حد أسر لكن هو ممكن يكون الإجهاد البدني وكسرة الماتشات والبطولات هو اللي قد أن فيه بطولتين راحهم من ست بطولات لكن بشوف الفترة الجاة إن شاء الله اللعيبة هكون مركزة أكتر وسواء بتاخد بطولة أو بتخسر بطولة ده اللي متعود على الجمهور اللعيبة اللي بقدر تصنع لك الفرق سواء في النحاة الدفاعية أو النحاة اللجومية بيقدر ينقلك في التلت الأخير بشكل سريع جدا لعيب صغير 24 سنة على مععدق فمن اللعيب المهمة جداً اللي بزعل وبحزن لما بشوفوش متوجد في التشكيل الأسية ده مايقللش من حمد يفاتح وراء السلية لكن قليد يانج بشوف انه من أهم العناصر في النادي الأهلي بقوة جثمانية وبدنية ودريبلينج ما شاء الله رقم اتنين بشوف أفشا أفشا طور من نفسه بشكل رائع جداً عن الموسم اللي قبل اللي فات كمان تشوف أفشا أول ما جيه غير دلوقتي خالص اللعيب تقل بمعنى تقل عنده رؤية وبصير بشكل كويس جداً بشوف رقم ثلاثة محمد شريف من اللعيبة برضو الهدف الدوري طبعاً بمجهود رائع يحسب للكابتن حلم طولون توظيفه في هذا المكان في أمبي فرق كتير جداً معنا للأهلي كنا بنفتقد في خلال مسلمين ثلاثة فاتوا حيثة راس حربة اللي بيحرز لك أهداف من كل حتة محمد شريف عوضنا الحيات تلي رقم أربعة بشوف أكرم توفيق توظيفه في حيثة بكريت وتعويضه لغياب أحمد فتحي وتواجده مع محمد هاني أكرم توفيق من اللعيبة اللي برضو فرحت جمهور النادي الأهلي إنك بقى عندك بكريت قوي بكريت بيعرف يستخلص الكورة بشكل سريع جداً بكريت صعب إن أنت ترقصه عنده النواحي الهجومية برضو مش وحشاء لعيب كويس جداً سنه صغير أعوضك حت بكريت بشكل كبير كون دايما الناس تقولك طب مين في مصر ممكن نجيبه بعد أحمد فتحي يقدر يقفلان الحتة دي مع محمد هاني تلعلك واحد من تحت الأرض اسمه أكرم توفيق تحسب لمسلماني توظيفه في حيثة بكريت وكريم فؤاد أيضاً طبعاً إضافة معهم طبعاً صفقة مهمة جداً أدى موسم رائع في أمبي إضافة لي مع محمد هاني ومع أكرم توفيق أيضاً على الجانب الآخر حسام حسن ويعني حسام من الهدفين الكويسين جداً نهاية حسن